موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى هذا العدد الجديد من برنامج من واقعنا الذي خصصناه هذه المرة إلى فئة متميزة من مجتمعنا تستحق كل التقدير والاحترام إنها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والبداية مع الأطفال هؤلاء الذين سنشاهدهم في هذا الربرتاج يعيشون في عالم خاص بهم يصعب علينا فهمه ما لم نكن من أهل الاختصاص إنهم أطفال يعانون من مرض التوحد المركز النفسي البداغوجي للأطفال بدوود البحرية يهتم بهذه الفئة ويستقبل البعض منهم التكفل بهم آتى ثماره والنتائج مبهرة كما توضح الزميلة رشيدة معبوط في هذا الربرتاج يعتقد الكثير من الناس أن الإعاقة الذهنية هي مجرد مرض مزمن لا شفاء منه لكنه في واقع الأمر مجرد خلل في الأداء الوظيف العقلي مما يؤدي إلى وجود خلل مصاحب في السلوك التكيفي ليبدو واضحا للعيان بدءا من سن السادسة حتى السادسة عشر ويقصد بذلك أن الإعاقة الذهنية لا تخفي بالضرورة وجود خلل في الإدراك وإنما تأخر في القدرة على التعلم واكتساب الخبرات وبالتالي يكون هناك أخلل مصاحب في القدرة على التأقلم مع المحيطين والتعامل مع الناس إلعيش إلى صعوبة الأداء الأداء الماريين لاثمس تتاقب الأمور يتصبع دعوا في عمولة حنوات البطارية من 3 إلى 18واهد في عموة حنوات البطارية والحزيات بحيولة حنوات البطارية هو لعودة بأعيش مع الأشخص في المواضيع من الأخريان من أن عثم أوقف لفتاريق وإنما يحب المعطح وإنما يريد أن يحب المعطح أعطاء والمعنالية على المنزليات المنزلية هنا في مركز نفس البداغوجي لأطفال معاقين ذهنياً للدوود البحرية يقوم مختصون بمساعدة هؤلاء الأطفال للتأقلب مع الحياة اليومية الأطفال الذين يعانون من التوحد لوتيزم يحتاجون إلى متابعة نفسية حركية خاصة هو فوج التوحد سطرنا برنامج تربوي لملاحظة الأطفال فقط لأننا لم نعلم كيفية التكفل بهذه الفئة لهم فورق فرضية متفوثة زاكة عادي المشاكل التي لديهم على حسب ملاحظة الفرقة التقنية هي عدم ما لديهم تواصل بصري ما لديهم فقدينوا العدوانية عندهم عدوانية في الأول كنا نظنوا باللي عدوانية سلوكية ومن بعد ذلك يتضح لنا الأمر أنه سلوك ناماطي فقط بعدما استطعنا السيطرة على النقاط الظحف على الولاد هذو اللي يتمثل في الاستقرار والجلوس على الكرسي وفهم تعليمه بصورة متوسطة سطرنا برنامج مع الفرقة البلاغوسية يتمثل في ست محاور المحور الأول محور التواصل التواصل البصري والتواصل الحركي مع الطفل والمحور الثاني التربية الاحتيادية كل ما يتعلق بالاستقلالية ارتداء الملابس احتينا غسل الأيدي غسل الوجه تأقلم مع الماء تأقلم مع الصعوون تشبيك تزرير فانك سطرنا من جانب المهارات الأكاديمية الوعي بالذات البناء الزماني المكاني فانك الألوان الأشكال بصفة عامة تأقلم مع الصعوون أم أوضع المساعة يجب أن أتداء المساعة لنأنني أتداء المساعة لن أعرف محور الأالي لقد أترقدي أقل المتعددة لعندما أصبت بصفة عادر المساعة أحتي بصفة عامة كما أنني أقل المساعة كم قبل أن أفصل شعرت عادر المساعة أنظر край عامة الوصول لأسخاب يوجب أسختم سيكون نسيغول قدر بحيث لو كانamat جدنا نسيغول قدر بنسيغول قدر مالذي حالياً إن اوقات حالياً نسيغول قدر حالياً سيدينا مالذي في العاه مالفعل الذين يغير رئيس فيها كما تنسخي الطبق Exportation يستخدم كله سمين لا تنسخي لا تدخل كله من المعرفض لا تدخل كلهم كما يشمنون مالذي فعل لا تدخلني لا تدخل وليس مالذي يجب ان تجد وليس مالذي والذي لا تدخل هذا لا يريد أن يقول أن كل enfant يكون حدث. في الأول، رغم أني أعدي خبرة كبيرة مع الإعاقة، بنت لي حاجة استثنائية، حاجة ينتبهوا بزاف الحاجة الجزئية، جزئية، 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 الكليات ما يتعطي له مثلا شد الخبز، ما يشدش، ما يخزرش فيه قاع، يبقى هكذا، ما يقول له محمد شد الخبز، يشد الخبز، في الأول كان ما يستجبش قاع، محمد شد الخبز، في الأول، ما يشد الخبز، في الأول، ما يشد الخبز؟ ي Lewجيز، ح inductة Willy، البتول الخبر، في الأول إلى الأخرى من المشد الخبز، فقط، لدي حديث تشد الخبز، استث mapa درب الأيوال الداخل، دكتب نفسه يكون هناك شخص يقول يمكنه ان يكون لديد مكمن يمكنه لا يمكنه لا يمكنه لا يمكنه لا يمكنه لا يمكنه لا يمكنه ادفال إن الفيside القدر من الفيديو يمكنه أن تدريد مكمن وليغسر في المحكم من الكبير في التوثق من الفيديو قد يمكنه إilah مش الأفضل في الإخالة الكثير من الأولياء يفقدون الأمل من طفلهم المعا فلا يشاركون المختصين في برنامج العلاج المستمر الأسرة لحد الآن مازالت متمكنتش كشغل تشوف بالطفل هذا عنده إعاقة ذهنية ومعلا بل هم شطفل تحهم واشن هي الأعراض اللي عنده تقول لك وليدي ما واش مريض غير أرى أني رقيت له هني درت له هني كذا يريح إحنا ينشوف الأسلوب السلوك النماطي كاعو نقول لها ودي هذا لازم يتعلم هذي 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 تقول لك لا لا وكان مريض وقرضات الحمى ورغم أن كينا البعض اللي عندهم مستوى ثقافي ومستوى اجتماعي عالي بالصح ما يتواصلوش معانا ما يتواصلوش معانا تحشم بوليدها ما يقول لك شبالي يتواصلوش معانا ما يتواصلوش معانا ما يتواصلوش معانا ما يقول لك أست học إنما لا يتواصلوش معانا ترجمة نانسي قنقر كان عدنا مقابلة رياضية بين أطفال باش نحسوا الأطفال باللي ما يكونواش وحدهم معاقين ندولهم تعزيزة تعزيزة تيقة للنفس لجميع الأطفال المعاقين باش ما نحسوش الأطفال وحدهم كما راكم تشوفوا ورانا كم من المسابقة تعنا وموك إن شاء الله راحوا نجوزولهم لهذا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر إن Опخرا ترجمة نانسي قنقر يمكن أن يكون يكون قد يكون القدفة. ليس لنا نعطأ الى المواجهة يتعلق يتعلق جداً ومعرفة يوجد الكثير من خيارة يكون شعرين يفعلون أخيارين يفعلون أخيارين يفعلون أخيارة تقامل لن يوجد مدارة يجب ان يتعلقه ساوي حكل كيف يقوله يجب أن يجب أن يقض لها سيجب أن يكون حتاولة يجب أن يجب أن يكون حتاولة فأنت لأمر بأنه موضوع أو أنه لا يواجه أنا أحبه أنه أحبه سيسل بدون كونتكس تسمع لها سحب للكم يوضر ولأن الإعاقة ذهنية ليست مرضاً لذا فإن مسألة العلاج تظل أمل قائم المهم التغلب على المعاوقات التي تواجههم من عالم البراءة إلى السيدة فتيحة هي واحدة من اللواتي تحدين الإعاقة بكل إصرار جعلة من الإرادة والتفاؤل شعارها في الحياة فتيحة ورغم كونها كفيفة فهي تطمح لاستدراك ما فاتها من مشوارها الدراسي وهي في المقابل تعمل كموظفة في أحدى المؤسسات لتعين أسرتها ضف إلى ذلك فهي مبدعة في عالم الشعر الزميلة سعادي لمي أوجيت رسمت لنا هذا البطري ندعوكم لمشاهدته في ميالي بين أحضان جبال جرجرة وجمال طبيعتها الخلابة ومع انطلاق موسم جني الزيتون تشعر معظم العائلات في مداشر وقرى وليت زيوزو في جني محصول الزيتون وهذا في أجواء عائلية حميمية تميز المنطقة عن غيرها اشتركوا في القناة هنا بقرية تبشرين التابعة لبلدية ميزرانا التي تبعد عن ولاية زيوزو بتسعين كيلومتر تعيش فتيحة البالغة من العمر التسعين وعشرين سنة مع عائلتها وكباقي الفتيات فتيحة تشارك أمها في كل شيء رغم أنها كفيفة وبنور بصيرتها الواسع تمص الظلام من حولها لتحقق حلمها الأبدي في مواصلة تعليمها رغم ظروفها الصحية والاجتماعية فرحة يساين دي انت تم زوارت نينام انت تم زوارت نينام اهي اهي الشمال لكو تسكهات والتواليارة اهي اولتواليارة نكونونزم يارات النسوفة ايبا تقيمة وصارب عائل سامانة لموينة وصارب عائل موينة ونبع ذاكو بريد ونكون ذاكو بورثين الله ها ماذا سمت مقوار انت تي كيف غانت طغير انت تي يمانيس مثل سيسير قليت اكثر بفن وغا تجهد طقار فقط ضص بالساسة الموهبة تحمل قرايا نا طص فقط كما سأثقبت من التوم زيان أطفى أكوار أكوار أطفى تهدر واحد لنصد توالي رغم إعاقتها البصرية فتيحة تؤمن دائما أن الإعاقة هي إعاقة العقل وليست إعاقة الجسد ومن هذا المنطلق فيتواجه وتتحدى كل الصعاب لتحقق غايتها في مواصلة تعليمها ولو كان ذلك عن طريق المرسلة بس كل أم هي عندها إعاقة حركية والأب تاني تمنشوش ما نقدرش ما كدرش يدوني باش نقرأ بس كانني نزل تنولة في العين لأنني كبيرة في العيلة أخوتي مازال مازال مش هاداك الوقت وما قدرتش نقرأ بصح بيقول الحمد لله نقرأ قلت لك محول أمية ما مشي يعني محول أمية في الجمعية كانوا حي الشيخ لا يدك لنا خير يجي للجمعية باش يورينا البراي وقعنا عنده نوع عربية وقعنا نشوي لغة ناسية مشي في مدرسة لانا مشي في مدرسة هي جمعية قلنا شارية ديتها ذاك قلت لك كغير وقلت لك كغير كغير وقلت لك كغير لازم وقلت لكي نقرأي كغير سيين في النوم انا شكنا رائحة نخدم بعد ذا كدبت التكوين جبت الديكلون ودخلت لبنة زرعنا نخدم تلما احد الوقت اخيشة و اخيشة قوصة عنده نمو كتخامعين عياتي جلتني لديت قادتها كوحدة في البيرو و عياتي الاسم و اجلني الميروت على الفناك مركز جاوي تكون عن بلد تعليم عن بلد عياتي الهم و اتركت واحدة لما يذكرها و اخيشة سيدة اولا بح و اخدرت معها و قلت لها مادام او اشكاين او اشكاين او اشكاين تقول ان احب ان اقرأتها كوستون دوس اسكو عندي دوا قلت لي نعم قلت لي عندك دوا تقرأي جيبي دوسي و انسكريب على الانترنت و هكذا و ركليقات تريكا كيفاش و دورت كيما قلت لي ديت دوسي تعيو انسكريب اولا متواسط احبت لي بلحر مبني و يكتوب مغود و جيبه نسجت فتيحة خيط احلامها البسيطة بارادتها القوية حتى وصلت الى مستوى التعليم المتوسط هي اليوم تحضل اجتياز شهادة التعليم المتوسط بمساعدة الاخت الصغرى تنهنانه احنا نقرأة نومال و هي مسكينا قاعدة في الدار مع جست مالاغة ديوتو و ما تقرأش و قاش و ما تحسي طلبة و انا كنت احنا نقرأة نجي و دفواك احنا نقرأ و قاعها مع اخواتي و قاع هي شوفي سبحان الله هي ترفت كتال منا نحن نحفظوها و هي دي جاه تعاود فيها و حفظتها و فيها بصح ذوك الحمد لله راحي دخلت و راحي تكمل هذا العام كاتخيمة ما شاء الله فعلي كيفش عاليش خليت الدراسات عك سنة الثلاثة عقلت تعليم المتوسط بسيب سنة الثلاثة ما كملتش بالتعليم علاشه؟ انا حقيقا ممنع عندي بروبلام فيزيويل سيبورسا كشوال عاد يكتبوا لي في طابلو ما شوف شبية طوحي تسلفي لكاي دفوا يمدو لك دفوا يمتاني عنهم دي زيغزير سيسيتو جاتني صعيبة مامسو شوال دفوا شحال من الليكو فاتوني ام بعد ان قاعدة عاود هاكده كحبست ساري ام بعد قاعد واحد سيزون لا دخلت اختي قبل قاتل نوح نكمل بمراسل هي قبل هي قبل هي لا شوفي هي اللي دات لي القلب انا قتل صعي وش حنكمل قتل يا سي وقاعد يومك وراجدني صح صح من الاولى متوسطة هي اللي كانت تساعدني وتمليع لي نجي بكتابات نمدو منها هي تملي وانا نسجل نسجل هما بعد كي تروح هي قدامي خلاص نحكم هاداك الدروس قاعد يسجلتو ماذا نسمحو نسمحو بعد نحفظ شوية حاجة اللي لازم نفهم عا نفهمها حاجة اللي لازم نحفظها نحفظها وحتى اللي لحق الوقت الاختبارات نحف نجوز الانتحان تاعي نورمال يجيبوا لي واحد عسلي واحد ملاليها واحد يكتب لي هكا نمدع ليهم ونورمال نجوز الانتحان تاعي حالة عادية نورمال اصرار هذه الشابة على الاتماد على نفسها لبناء مستقبلها وتحقيق ذاتها واستقلاليتها جعلها تلتحق بالمحض الوطني لتكوين المهني والتمهين بالقبة لتتحصل على شهادة كموازع المكالمات الهاتفية والتي سمحت لها في ايجاد عمل ببلدية ميزرانا فدخلت فتيحة عالم الشغل من بابه الواسع وأثبتت للجميع أن المعاق قادر هو أيضا على العطاء والنجاح في ميدان تخصصه كنت تحصل على مدان تحصل على الدبلوم كاستاندارتس قلت عامل فدار يعني قالت ما كاش خدمها هذا كل وقت من الفرمي ديسمدر 2013 بديت هنا ديسماتنا الليك كيف حالة بخلصوك؟ بو لا داس كنت نخلص سي صاميل ولا دام بي صاميل تشوف بي صاميل تكفيك انتي؟ يعني ما نقدمش عليك ما تكفيش بصح الواحد شد فيها ما نقدرش ندير بها حاجة كبيرة بصح ولكن نتعاوني شوية قمام بواحدي ستنة 800 الف خرمي ستنة والي عادي هي تخلت تلبيقى حاجية تكنتيا ونتعاوني داركم بها؟ نعم ندار نعم فرحات ميسو فالخدمة؟ فرحة يندي ناسي القناية عربية دار ما تسعوا البوست فرحة يندي نايد الشهر ينسى الساواني خام؟ ساواني ساواني خام ايني خصم ستدوث ثفر قاز؟ ثفر عشر ثفر عشر عشر عنده حاجات تسوكسي خاصة نكول سنزميري مينتت الحمد الله يا ربي نايد 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 جدا نايد 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 لا يأتيها في عيش كان بمشاهدة المسلمات وهو النساء في الوصول لا يتخلص الناس يتتقدمات الوصول على مساعدة الناس ويساعدة النساء جميلة لخلق المسلمات ويجيب أن يضطح المسلمات بإرادة المسلمات ومعارضة إثمانات آخر ويأتي وكأني أستطيع الواجهة مستير أنا أم أخذ الموياق نعم أخذ الموياق زوزغي والاقفي ليسا فارس عبان ماري تهريشت سوكو بحرينجا هنما صدع بي ورغو تجريشت هاريغلتشالغا فتيرا وجوه من تفغس وبعيدا العالم الشغل أبدعت هذه الشابة أيضا في كتابة الشعر الأمازيغي في شتى المواضع وهي موهبة أخرى تضاف إلى المواهب الكثيرة التي تكتسبها وهو إبداع ينبع من القلب أبعادين أبعادين كل شبه حيو تبريد مقوعة الزلع غاحو ونفروا هي رزاد القيودة كيرة بس سنون فوق هي رغر كو هي موهبة من عند ربي سبحانه والحمد لله ربعتها لي ونكتب الشعر باللغة الأناديغية وشاركت في عدة مهرجانات وطنية كمسابقة مؤسسة سنون وثقارقة تحصلت على جائزة ثانية في هذه المهرجان ومسابقة الشعر ومسابقة لأحسن الشعر حصلت على جائزة ثانية بالنص في مقوان تهرك يعني قطرة الإلهام وشاركت ثانية في عدة مهرجانات وتحصلت على عدة جوائز وحمد لله يعني هي موهبة فتيح عنوان لقصة نجاح وعبرة لصمود من أجل بقاء وطموح من أجل العلم وإبداع أيضا من أجل أن يبقى دائما القلب ينبض حياة والإرادة أم المعجزات نلتفت بكم الآن مشاهدين إلى الجانب البيداغوجي المتعلق بالأطفال المكفوفين هؤلاء وجدوا أبواب أحد المدارس الخاصة مفتوحة أمامهم لتستقبلهم رغم الإعقة ما سمح لهم بالاختلاط مع أطفال عاديين هذه المبادرة ولدت لديهم شعورا بالطمأنينة الراحة والثقة بالنفس الغاية منها الاندماج في بيئتهم الطبيعية الزميلة التي بأيت سيعلي زالت هذه المدرسة وحققت هذا الروبرتاج الأستاذ حمزة رفقة زوجته المعلمة المساعدة يحظران سويا درس الرياضيات للطور الابتدائي خمسة وأربعة ثمانون سيتون المعلمة نجاة تتلقى الشروحات الأولى من زوجها الكفيف الذي يلقنها يوميا دروسا في البيت حول كتاب ولوحة حساب البراية ربتي دروس الرياضيات نقدمها عادي درس الرياضيات تم مسؤولة عليهم في حساب الرياضيات باقي المواد يدرسوها مع الأستاذ حمزة بالنسبة لكتب أسنا وزارة التربية ووفروهم كتب البراي كي من بعض المواد يكون مش متوفرة نحاول ونكيفوها بالتنمية لازم يكون عندك صبر هذه خاصة هذه الفئة لازم يكون عندك حب التلاميذ مساعدتهم بالنسبة لي أنا كنت ندرس تلاميذ مبصيرين عادي لكن مع أول تجربة لها هذا العام مع تلاميذ المكفوفين كانت يعني شعور خاص بالنسبة لي متعة مع تلاميذ المكفوفين لما يكون تلميذ كفيف ليس بهذه البساطة لا يصبح بهذه البساطة يقرأ ويكتب كتابة براي بشكل عادي ويتعامل معها بشكل سلس وبسيط يحتاج أولا إلى قد نسميه البريبراي يعني تعلم حاسة اللمس بنور الله يبصر هي تسمية التي أطلقت على هذا القسم الخاص بالمكفوفين المتواجد بالمدرسة الخاصة العلمية بالحميز المعلمة المساعدة نجات تتكفل بتدريس مادتي الرياضيات والنشاطات اليدوية بهدف تنشيط وتنمية حاسة اللمس لدى التلميذ الكفيف المادة هذه لتنمية الأصابع الأنامل كي يقوي حاسة اللمس عند الطفل الكفيف لأنها حاسة يعني مهمة جداً بالنسبة للطفل الكفيف يدرب على حاسة اللمس ربما بين الأنشطة اللي نقوم بها فنونطي لتطوير حاسة اللمس لا نكتفي بما عند التلميذ نطورها ونحسنها من أجل إكساب سرعة القراءة لدى التلميذ في تطوير المهارات الاجتماعية للتلميذ المكفوفين يعني في التواصل مع غيرهم في الأيام القليلة المالية احتفلنا بمناسبة دينية مهمة طرم نهدي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سمعنا تعلمت حصر حصر عدد بين مئتين متتاليتين ترتيب الساعات بالليتر والصمتي لتر وغيرها من الدروس تعلمت نطور الورقة كابل أشغال يدوية والرياضية والرياضة والرياضة والأستاذ حمزة ماذا علمتكم؟ علمنا المواد الأخرى كما طربية إسلامية والطربي علمية تعلمت صناعة سفينة وشكل نمنم بطة والأرنم والضيف دعم حان وقت الاستراحة يبدأ دمج التلاميذ المكفوفين مع باقي زملائهم في ساحة المدرسة الجميع يشترك في لحظة للترويح عن النفس في فترة الراحة المختصون دائما يقولون لنا لا يمكن أن نتكلم عن دمج للمكفوفين في مدرسة عادية إن لم يستطيعوا الخروج للساحة مع زملائهم في وقت واحد والحمد الله هذا الأمر تحقق حصة التعبير الشفهي يحضرها جميع التلاميذ دون استثناء وذلك لتطوير القدرات اللغوية للمتمدرسهم وأتت أمه فغطته صديقي ألعب معه ولا أتركه يشعر بأنه مكفوف وأساعده لكي يلمس الأشياء وأحسب معه وألعب معه أتعامل معهم بلطفة أفهمهم إذا لم يفهمه أجلسه معي إذا أحتاج إذا أحتاج إلى مساعدة أساعده المدرسة العلمية تنظم أيضا وراشات حول مادة الرياضيات لزيادة المنافسة بين التلاميذ من مختلف الفئات موسيقى وفقنا كثيرا في دمج متى هذه الحالات وكما نراهم خاصة في هذه الأيام مع المسلك المبتع في طور ابتدائي مشاهدهم فعلا مسجمين لا تفرق بينه وبين حالات أخرى ما شاء الله فيما يخص التعامل معهم وصواء من طرف الأستاذ حتى زملائي موسيقى مسايرة للتطور التكنولوجي يستقبل الأستاذ حمز المكفوفين من مختلف الأعمار لتدريبهم على أساليب استعمال الحاسوب والهواتف الذكية مجموعة من الخدمات يقدمها القسم لبعض المكفوفين سواء كانوا صغارا أو كبارا بالنسبة للكبار قمنا بتعليم بعض المكفوفين في أوليات استخدام الحاسوب والتكنولوجيا المساعدة بصفة عامة مثل الهواتف الذكية ما إلى ذلك نعم استعمال الأنترنت والحمد لله وفقنا إلى حد ما في يعني نحن لم نقل علمناهم كل شيء ولكن وضعناهم على الطريق شجائرة شجائرة ممتاز انزلوا الكلمة إلى هذه المدرسة الخاصة تستقبل أيضا تلميذ يعانون صعوبة الإدماج والتمدرس الأمر يستدعي وجود معلمة مساعدة لتسهيل التواصل مع الآخرين شجائرة ندلوا الأنشطة ندلوا التلوين شجائرة الشيطة الخاصة ما يندمج مع التلاميذ محيطة به شجائرة ملحوظ شجائرة كما بدأ مع الأولى ودكا بزفا تحسون ملحوظ دا يندمج مع التلاميذ شجائرة يجي تلاميذ يجي بدل عاجنات حميسي شجائرة كما يقل التلاميذ تجاه هذا اندماج يهبط للسحة كما هم طريقة الدمج يكون أولاً بالتواصل مع خبير والأخذ بالنصائح وتوجيهات خبير الثاني مع المرافق والأستاذ وهنا الأستاذ والبرافق يكون مساعد للأستاذ وكذلك بالتلميذ يكون تحت قيادة وتوجيه الأستاذ طبعاً بالتدرج يكون دمجه أو درجه مع زملائه في القسم وكذلك في البؤسسة وكذلك في البؤسسة حتى لا نفرت في هذا ولا يكون لنا نتفرت في الآخرين فإننا نحاول دائم نضب بتعلاق الحالة إلى حالة في كل قسم في المجموعة عادة 6 حالات في كامل الطور يعني بحسب ما نستطيعه لكي لا قد يشكل عائق للآخر حين هناك مرض التوحد حين هناك يعاقة البصر ضعف البصر ليس في قد البصر هناك حالات الانطواء النفسي هناك ضعف التحسيل هناك إلى غذلك المساعد التربوي للطفل ذوي احتياج الخاصة عنده دور كبير لأنه هو اللي راح يسهل عملية الإدماج بين الطرفين بالنسبة للطفل الذوي احتياجات الخاصة وتقبل الطفل اللي نقول عليه السوي معلوش أي افتراب لهذا الطفل ذوي احتياجات الخاصة كثيراً ما اشتكى ذوي الاحتياجات الخاصة من التهميش فنجد حالات لأشخاص لم يحتكوا في حياتهم بتلميذ من غير فئتهم وهناك من أمضى سنوات يدرس في مراكز متخصصة إلى غاية سن الثامنة عشر دون اندماج مع الآخرين هذا السلم القيم يجب أنه نعمل على أنه يكون بطريقة سوية وعلى أنه يكون مرسخ في المجتمع في سن جد مبكر عند الطفل يعني كل ما عودنا أبنائنا على أنه في محيطهم فيه أطفال ذوي احتياجات الخاصة كل ما كنا متأكدين على أن المجتمع رح يكون أكثر توازن ورح يكون أكثر متفتحين للآخر ونتفادة نظرة السخرية والاستهزاء لبعض الأحيان الأطفال يتعاملون بها نتيجة أفكار التي قدمت إليهم الأحكام المسبقة من قبل الراشدين وخاصة الأولياء موسيقى عملية الإدماج بطريقة تدريجية وبطريقة تعمل على أنه يصبح طرف في حياته هذا يخلي أن التاجة الاجتماعية تكون سليمة تخلي أن الطفل هذا رح يكون دائما يعني الشعور الإنساني والحس الإنساني والاجتماعي رح يكون أكثر متطور عنده ويكون يعني تنمية لهذا الجانب عند هذا الطفل وأيضا يخلي أن الأولياء رح ينظروا إلى الطفل ذوي الاحتجاجات الخاصة خلال تواجدنا في هذه المدرسة الخاصة لفت انتباهنا هذا القسم هي ليست حصة للقراءة الصامتة للنص مبرمج بل هي فترة للمطالعة عكفت المدرسة على جعلها عادة يومية لمدة عشرين دقيقة المطالعة تفتح الأثاق تفتح الدهن الأستاذ المتعلم التلمي المسؤول تفتح له الأثاق أنه يبدع يبتكر أنه من خلال الكتاب يرى عدة جوانب لا يراها الأستاذ العادي ثم إضافة إلى ذلك هذه الحصة المخصصة يوميا لكل التناميذ الأسديدة في المدرسة من 28 إلى 28 دقيقة يلزمي حتى في فترة الامتحانات لا بد أن يطالع ثم يجي الامتحان إدماج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المدارس العادية بإمكانه أن يساهم في اندماجهم ضمن التنمية وتحقيق الاستثمار في العنصر البشري وفق أسس علمية واقعية ووظيفية أثبتوا أن لا شيء في الحياة مستحيل على ذوي العزم والثبات ولا محالة أنهم سيكونون بفضل ذلك المثال الأعلى الذي سيقتدي به شباب الجزائر في المستقبل الزميلة فيزا مقرون تابعت تدريباتهم في الميدان وعادت لنا بهذه الصور المليئة بالإرادة والأمل تابعوا معنا فلابوزيد رياضية سابقة في ألعاب القوى لاعبة بارعة سجلت حضوراً قوياً في البطولات الوطنية والعالمية بطلة رياضية سابقة كنت في الفارق الوطني عدة سنوات كنت نائبة بطلة العالم في صنف الشبلات في الماجر وبطلة عربية وبحت عدة تجمعات دولية طموح فلا لا يعرف الحدود لقد تعمقت في اختصاص أم الرياضات ألعاب القوى والتدريب تلقت تكويناً بالمعهد العالي للعلوم الرياضية والتكنولوجية بعين البنيان لتنقل مهاراتها لجيل جديد بياجتها كأوازخ يعني تتأمني بالصدفة مدرب معنا عندي مدرب مزيان محمد اللي هو مدرب ثانيك معنا فارق جي أس بي يعني هو يدرب رمي الجولة لي لونسي دونك هو ما عندوش اخصيصص تاع دومي فون هو يأمن بس كل كان مدرب بتاعي سابقاً ثانيك يأمر بقدراتي بحيك قال لي نعطيك أتلت قال لي ولا تقدري يشوفي كيف أشتيري معنا قال لي أجيبه تسلحت فلا بالإرادة وبدأت مرحلة جديدة تفيد في تجربتها وموهبتها فئة أخرى لتغرس في داخلها الأمل والرغبة في النجاح القرابة في التصدقين تسلحت فى حدث انت لا تقيمة معكم ليس بجي أعرف يجب أن يكون لديك لباقاج يجب أن يكونوا عندك قدورة قدورة مع مرين تعالوا صافوا ومتالي تكنت عندهم هذه الإرادة؟ ما نقدرش ندير بلا ما رياضة يدير ما يكونش واحد حسيت بلا هذه الإرادة فيهم كاينة؟ تغرسيها فيه فوزية جيتي أهي صغيرة صح صباح صباح فوزية متحصلة على شهادة لسانس تجارة انخرطت في جمعية الاتحاد الرياضي لنجوم البوليدة التي تترأسها في الله أنيسة حميدة فوزية أثلت في ألعاب القوى صيف كارونتيا لرمي تخصص رمي الجلة ورمي الرمح جافلون في الله بالنسبة لي زميلة وأخته كما قلت لك ماما ثانية بدت لي بزرح ويج علمتني نحب الرياضة علمتني بزرح حاجة أنا كنت الهدف تاعي الدراسة وبز بساكي جيت الفلا تعلمت دخلت في الميدان الرياضي والحمد لله يا ربي وشوفك إن شاء الله تكوني راشية الفلا إن شاء الله نرافق فلا وفوزية نحو ملعب دايدي بالبوليدة لنعيش لحظات التدريبات والتمارينات تنطلق فوزية بكل خفة وليونة في انتظار وصول الآخرين لحظات بعدها وتصل كوثر هي أيضا تختص في رمي الجلة الإعاقة التحاميش أكسيدون هي ولادة طبيعية غير مكتملة الخلق في الرجلين وفي اليدين هي حنا عدنا مشكلة تعنا وراها مشكلة في يدها إنه ماذا بنا كش واحد يعاونها في البروتاز تعيدها على الأقل حنا كنون نخدمو معها بس كيف يفراش طالة كواسانس لو كنت حاوي تديفلوبا لنك لو كن نخدم معها كش حاجة في الاصل دي موسكيلاسيو حاوي حيروح كوتي على كوتي على الأقل كتكون عند هاي مبروتاز يكون عندنا الإكيليب بغاية الإكيليب لنقدر أنا نخدم في الاماشين آلاز الكورت حي تديفلوبا نورمال يطلع كلش كيف كيف اسمي كاثر أمري 15 سنة نقرأ في كاتخ ياماني في سوين بديت سكور عملي فات كانت صعيبة بش تعلم كيفاني شوفي اللي تكني كلش دركها صعبة أني نخدم ملاح كسبت ثيقة أول شيء كثيقة في نفسها فرضت وجودها في المجتمع خرجت للمجتمع المجتمع تقبلها وهي تقبلت المجتمع بس كلك إنسان كيشوف كارها كار شوية يجيه بيزاري ينخلع كيلي يتأسف كيلي تغيظه وهي هي كنتحر عندها كاركتر فور ما أروع هذه المشاهد تعبر بحق عن الثقة بالنفس هنا كلمة الإعاقة هزمت التغلب كامل على النقص الجسدي بالإرادة وقوة التحدي نديرهم مرتين في السمينة بثلاثة حشية وبالسبت الصباح وفي اليومات التعليز لا نديروش عاجة قرأت قرأت نايل ولمبات الجسب أنا لنصيبه بثلاث كيلو ما بوخف أن نخدمه بكاتب لنصيبه بثلاث كيلو تخصوص التاعي كما كنت شوفوا رمي الجل لنصي 3 كيلو وكما قلت لك التجربة التاعية كانت الحمد لله راي في البداية وبدنا نحقق نتائج ماشاء الله وخرجنا عدة منافسات من بين هذا كما خرجنا دلنا كمبيتيسيون في ولاية سعيدة وفي ولاية شلف ما زالوا عدة منافسات إن شاء الله فيها نتيجة تلتحق العناصر الأخرى عمر في القفز الطويل فخر الدين في سباقات السرعة ونصف السرعة محمد في السباقات أيضا يدي خطأ طعبية كي كنت صغير كي زد جب دوني منهو ما رفع قولهاش ثم ثم كي كبرت بدتنا كبر فع قولهو دارولي لزغبيراشون قار ومبعد الحمد لله شوية آخر من اللي كانت الحمد لله محمد في جيدك الفكرة يعني بش تدخل عالم الرياضة مع سيدة في الله بش تمارس هذا الرياضة دارولي لها مالوينتو سنتيني لنا مالوين مالوين بسرعوني منها بسرعوني صباح يعني حسنت شوية ماليه على يوم في الوضع 10 بديتها وحمد لله كل عام وعام متحسن وعني في الوضع 10 ديت أرقام قياسية في العدو الريفي وفي الدرس كلاسيين دوزيوم ونديت لقبرة نجيلي في الميسر وكلاسي طوازين في الميسر مرئيبك ديها؟ مرئيبك ديها؟ مرئيبك ديها؟ مرئيبك ديها؟ لا تليتي لا تليتي لا تليتي؟ اه احكي نشهد علي أولا أقل نرك البداية تاك لشتحص راحك هنا؟ نعم منيئة طلع المورال كلش يتبدل كلش شخصي لنا عاني نعيش في حياتي وهذه هي حياتي شارك موسيقى تقرأت نسي؟ نعم نقرأ سنة رابانتوس ديها ماني نسي في نسي سبواتين في البلد موسيقى الوصول إلى هدف في الحياة هو مبتغى كل واحد منهم يمضون قدما نحو الأفضل تاركين وراءهم الأحكام المسبقة ونظرة المجتمع السلبية رغم الصعوبات موسيقى موسيقى صعوبات قهرت بنبرات وافقة موسيقى 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 ستجد موسيقى 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 رحو إنسان عادي. نحس بالله الآخرين وكي نشوف واحد ديك شغل اللي يبس بيه نحمد ربي. وخير ما حكا ولا كثر. صح لازم إرادة. ذكرني الإرادة بشتقد و تدير الحاجة. الإرادة قد نديره كلش. كانت عندي الإعاقة بالله. الحمد الله دي ما شوفي روحي إنسان عادية. الحمد الله. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة